معظم الدوائر الإلكترونية تحوي هذه الثلاثة عناصر دايوت يتحمل فولت عالي ومكثف بدون قطبية ومقاومة تتواجد هذه العناصر دائما عند ملف المحول الرئيسي ذو التردد العالي لماذا؟ السلام عليكم باختصار لحماية الدائرة من كهرباء الرادة الحثية التي تتولد من الملف الرئيسي بعد انتهاء زمن كل نبضة والقصة كالتالي عندما يفتح الترانستور النبضة يعني يكون بحالة ON يمر التيار الرئيسي عبر الملف ثم عبر الترانستور وإلى السادب ثم يغلق الترانستور يعني أصبح بحالة OFF عندها ينقطع التيار من المصدر ولكن يبقى هناك تيار في المحول يسمونه تيار الرادة الحثية له أمبير ضعيف ولكن له فولت عالي يصل إلى ألف أو أكثر وهذا الفولت العالي ذو الأمبير الضعيف يستطيع حرق الموسفت وإيسي الدائرة ويجب تفريغه حتى لا يصل إلى العناصر الحساسة وطريقة التفريغ وهي وضع الدايوت يتحمل فولت عالي من نفس جهة موجب الدائرة ثم إلى مكثف ويتم ربط مقاومة بالتوازي مع المكثف لتفريغ شحنة المكثف وهكذا يتم تفريغ تيار الرادة الحثية لكي لا يحرق اي سي الدائرة أو ترانستورات الدائرة السلام عليكم